في شوات معلومات كتير جدا مغلوطة عن كشافة والجوالة والحاجات دي احنا نحاولنا نسلح في الفيديو دة فياضي بتتفرجوا عن الفيديو اي حد عنده أطفال براعم من جميع المستويات من جميع المناطق في اي حتة يستفاد بنافس الجو والمود والحاجة اللي حاصلة 자م يساعد للناس في جميع الظروف ثم ساعد للناس في جميع الظروف الاحوال الممكنة اوحنعمل بقليل كشاف واعنعمل بقليل الكشف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد الشامي يحدثكم من القيارة الكبرى الموضوع النهاردة مختلف تماما كل الاختلاف وهو فيديو بالنسبة لي انا كل المعلومات اللي فيه جديدة وغريبة انا معرفهاش اتعرفت على شابين لطاف قوي اسموهم ماريو وماريو الشباب دول بعملوا حاجة حلوة قوي اللي هي علاقة بنشاط الكشافة والجوالة او يعني هم اتنين نفسي انا طول عمري اسمع ان الجوالة اسرة في اتحاد الطلبة في الجامعة وبما ان انا كنت رئيس الاتحاد الطلبة في يوم اما من الايام البعيدة كان عندنا طبعا اسرة الجوالة وكان ساعتها طبعا صديقي وحبيب الله يرحمه ليه الروبير طلعت المهم الجوالة دي جمعت لها موضوع كبير جدا وبتالي لهم اتحاد اسمه الاتحاد المصري بتهاء ليه للجوالة البحرية او حاجة ندصه فيه معلومات كتيرة جدا احنا رحين دلوقتي الاسرة عاملين اعاشها لمدة اربعة ايام في الصحراء ناحية منطقة ودي النترون الاسرة دي اسمها لعبكها براحتك يعني حتى فيها حاجات فانية ايه لعبكها براحتك دي دي تابعة الاسرة تانية اسمها البحرية المصرية تابعة للاتحاد تابعة اسرة ام النور انا اعمال اقول في معلومات كلها ملخفين احنا نروح دلوقتي نجمع المعلومات دي مع الشباب ويشرحوا لنا ايه الموضوع ده الموضوع ده بيطلع السلوجن او الهدف بتاعه ان الشخص بتاع الكشافة ده يكون عنده حاجة اسمها الوعد والحساب او الوعد والقانون الوعد والقانون بيقدم حاجة بيخليك تعيش حياة سوية هم عامين اعاشها اربعة ايام الفكرة منها كلها ان هم عايشين اعاشة كاملة وشباب كلهم من اعجادي في السحرة انا رايح عشتجوف قسم الاكل وانتوا بتاكلوا ازاي لان هم بيقولوا احنا ناكل بطرق برضو مختلفة خلينا بروح نشوف كده يالله عشان انا عمالك كلم كتير وانا مش فاهم نص الكلام هيا بنا الى واد النطرون مساء الفل مساء الجمال ماريو وان ماريو تو ازاي غورت جالة اهلا نو عاملين ايه كله تمام كله زف اي حاجة انا قلت كميت معلومات انا فرجتك على فيديو الانترو اللي انتو قلت لي كل معلوماته غلط اصبوح ايه شرح الاول بس ماريو ايه ماريو ماجدي ماريو ماجدي وماريو ماريو جارجس الحمد لله مش ماجدي برضو لا عشان بقى يعني كده لقد بقى الموضوع زاد على الحد ومار بالصراحة حشرح لي كده بقى سريعا احنا فين وبنعمل ايه وايه الموضوع من الاساس خالص بس انا انا حرفيا ما عنديش اي معلومة عن القصة نهائي اي حاجة اللي هي علاقة الا بالجوال او بالكشافة فاشرح لي الموضوع طيب خلينا اوضح لحضراتك احنا دلوقتي في معسكر فريق كشافة تابع لمجموعة ام النور الكشفية مجموعة ام النور الكشفية تابعة لبحارية القاهرة بحارية القاهرة تابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات اسم المعسكر بتاعنا او شعار المعسكر لشباب اعدادي اسمه لعبكها عادي دلوقتي معلش انت قلت لي ايه تابعة الايه ايه اللي اخر واحدة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الاتحاد العام لك يعني الموضوع ده مرشد عب الكنيسة ده سؤال جميل خالص بيبقى شاية عند ناس كتير فكرة ان الكشافة هي للكنيسة بس ده اللي انا عرافه برضو الكشافة خلينا نصحح المعلومة هي حركة مفتوحة للجميع موجودة جوه الجمعيات الاهلية موجودة جوه مراكز الشباب موجودة جوه الجمعات موجودة في بعض المصانع والشركات فيه فرق بتسجل باسم مسلا مصنع كزا الموضوع ده تابع الشباب والرياضة يعني تابع وزارة الشباب والرياضة بزبط جهة الرعية وزارة الشباب والرياضة جميل يعني انت حتى لو في الكنيسة بتعمل يعني انت مسلا لو احنا مكلمة جماعية طم النور هي لازم تكون مسجلة تابعة للشباب والرياضة. لازم طبع انبقى مسجلين في البحرية والبحرية جهة تسجيل داخل الاتحاد العام للكشافة والمرشدات اللي بيشرف عليه وزارة الشباب والرياضة. يعني اي حد يقدر يكون في الموضوع ده. اي حد مصري عايش على ارض مصر يقدر يكون موجود في الموضوع بتاع الكشافة والجوالة. ومش مصري بس. حتى الكشافة مفتوحة عالميا. احنا موجودين في كل دول العالم. في اقليم عربي. يعني في رابطة برضو بتضم كل الكشافة العرب. فيه اقليم دولي يعني بيتعمل كل اربع سنين حاجة بتسمى الجنبري العالمي. ده بيبقى مخيم كل اربع سنين زي كاس العالم كده بيدم كشافة بيبقى ملتقى بيحضروا من تلاتين لخمسة وتلاتين الف كشاف. من كل الجنسيات. ده موضوع كبير قوي. ده انا مش مجيتش انا كده. اتطورت يا ماشي. يا ماشي. ده انا مش شام احد. طب انا عايز اعرف حاجة طبعا اليونيفورم طبعا بقى انا انا فهمت ان الموضوع يعني مش سهل. الالوان دي مش هباء. يعني حتى انا شايف دلوقتي زي الجرفتة او المنديل. انت عند عندك لون وانده ماريو لون ولا ده ده في فرق ولا مفيش فرق. اه الامصان مختلفة بشوف ناس لابسة زيتي ناس لابسة لبني ايه الموضوع ايه الفرق بقى. خلينا وضح لك حاجة زي الرأس الكشفي هو اللي بيعبر عندنا وانا هويتنا. داخل مصر هنلاقي اربع اشكال. اربع جمعيات جمعية الكشافة البحرية جمعية الفتيان جمعية الجوية جمعية المرشدات. المرشدات اسهل ومية مختصة بالبنات. اي بنت بتبقى تابعة لجمعية المرشدات. وبيطلعها برضو زي كده برضو. كل الانشطة بتبقى مو. تمام. التلات جمعيات التانيين هم تلات الوان من الوان الكشافة. زي الكشافة البحرية اللي احنا لابسين الزي بتاعها اللي هو اللا بيض او الكحلي في الشتاء. دول بيتختصوا باعمال البحر. بالاكتر والملاحة وكل ما يخص السباحة والغوص وفي عندنا انشطة كتيرة جدا. اللي بيلبسوا الزي الكاكي او الزيتي اللي شايفين او اللون البيش ده ده اللي هم الفتيان ودول بيختصوا باعمال الصحراء اكتر. اللي بيلبسوا اللون اللبني دول بتوع الجوية اللي بيختصوا برضو باعمال الملاحة الجوية والطيران وعلوم الطيران والفلك وما شابه زلك. على حسب المكان اللي انت متواجد فيه وتسجيل المجموعة اللي انت متواجد فيها وهي مسجلة ايه? انت بتبقى نشاطك موجودة. انت لو بتودي ابنك الكشافة بتختار. انا عايز ابني يبقى بيحب البحر اكتر وشايف ان هو عنده حاجات زي كتير. معلش. انا خلينا الكلام انت بتقوله ده كلام علمي محترم جدا. مسخيان سهلها شوي. حيلي. انا دلوقتي عدي بناتي اللي اتنين. كويس. انا دلوقتي عايز بناتي اللي اتنين يستفادوا ان احنا نقدر ندخلهم حاجة زي كتير لاني طبعا اعرف ان انتو التكلمتاني انه في زي بناء روح ونفس وبناء الاخلاق. بناء مواطن صالح. بالزبط. فانا عدلوقتي عايز اخليهم يستفادوا بحاجة زي كده. اعمل ايه? يا اما هتوجه لاقرب نادي انا عارف ان فيه كشافة. اللي هو مركز شباب عموما. مركز شباب او في بعض نوادي اه عادية خالص زي نادي الناصر نادي الغابة نادي الطيران كل دي نوادي جواها كشافة بالفعل. طيب انا لو ما فيش حاجة قريبة من كده اسهل حتة رحلقة للاتحاد العام للكشافة منا كلنا بروح وبقول لهم انا عندي طفل عمره كزا وانا ساكن في منطقة كزا. ايه. هو يبدأ يرشح لي اقرب مكان لنقطتي يقول لي ده اللي تقدر تخلي ابنك او بنتك يلطحك بالكشافة من خلال. طيب السؤال معلش. انا لازم عشان ادخلهم الكشافة. ادخلهم توتل كل حاجة ولا ممكن مسلا عايز ابني اخليه بمهتم بالسباحة مسلا. في حاجة تقدر توديني زي انه هو يتضرب يعني يبقى مقويه في الحتة دي او في المهارة دي. اجمل حاجة في الكشافة انه مش بتوجه مهارة واحدة. هو بيبقى شامل كل الحاجات. لكن الولد وهو جوه بيبدأ يختار يعني انا لما بلاقي عندي طفل مميز في السباحة. فببدأ اركز معاه في السباحة. تمام. عندي واحد تاني شطر جدا في الكمبيوتر والبروجرامنج والميديا وما شبه زلك. بابدأ اناميله الجزء ده فالقائد دوره انه بيبدأ يكتشف مواهب الفتية اللي معاه ويتطورها ويخليها افضل شيء. طب السن بقى من كم لكام? يعني انا اقدر ادخل من اول كام والغاية ربقى عندي كم سنة اقدر اخش الكشاف. حركة الكشافة مفتوحة للجميع بتبدأ من اول ان الطفل يبقى قبل مرحلة الابتدائي وده بنسميه برعم او من البراعم مرحلة البراعم. اه. مرحلة الابتدائي هي مرحلة الاجبال. مرحلة اعدادي زي الناس اللي ورانا دولو هي مرحلة الكشافة. مرحلة سانوي بنسميها مرحلة الكشاف متقدم. مرحلة الجامعة بنسميها الجوالة. ومن بعد الجوالة المواطن بيبدأ يتعد كقائط. علشان يبدأ يقود هو الفرق اللي موجودة زي كل الشباب دي. طب انا دلوقتي يعني انت عارف انا عندي طبعا اربعة واشيون سنة دلوقتي ما علينا من السن. لأ لأ انا دلوقتي حبيت انضم هل في فرصة ولا لا? مفتوحة الحركة الجميع. يعني اروح خمسة شهر عشان انا اقول لهم انا ساكن في حيط الفرونية وعندي كزا سنة وعايزك توجهني ان انا اعمل حاجة زي كده. بالزبط كده. السؤال بقى المهم. هل بقى انا دلوقتي لما اعمل ده في فلوس بتتدفع في فيز او في حاجة بدفعها زي اشتراك مسلا سنوي بيتجدده وبعمله الموضوع بمشي ازاي? حلو خالص من اهم اسس الكشافة على مستوى العالم مش في مصر بس ان هي حركة تطوعية مفتوحة للجميع يعني ما فيهاش ولا جنيب يتدفع كل القادة اللي موجودة وكل منتسب الكشافة على مستوى العالم هم بيخش في الموضوع ده بالمحبة يعني هو بيتعلم وبي زي ما هو تعلم القادة بتقعلمه مجانا هو بيعلم ولاده مجانا تماما محدش بياخد اي فلوس ولا بيبقى في اي. يعني بس انا بسجل وببدأ التزم بالتعليمات اللي هم بيقولوا هانا. بالزبط. مجانية تماما مفاش اي فلوس بتدفع. الشعار العالمي. اه. للكشافة العالمية. اه. اه. او خلق عالم افضل. جميل. دي الرؤية العامة للكشافة. بتبدأ سريعا جدا انا اقول له حقيقة من اول ما هو بيبقى شبل ايه المراحل او اللي بيعدي بيها. وهو شبل بيبقى قبز الجهدي. وهو كشاف بيبقى كون مستعد. وهو متقدم بيبقى وافق واسح. وهو جوال لما دخل مرحلة الجامعة بتبقى خدمة عامة وتنمية مجتمع. حال. بيمر بكل المراحل دي علشان في الاخر يبقى مواطن صالح او نخلق عالم افضل. طب انا الريحة الكشرة. اعدادة هم سنهم اعدادي. مضبوط. طيب اشرح لي بقى عن عن يعني عن احنا فين بقى. حل الخاص. احنا كده اسكلمنا عام نفهم بقى الموضوع الصف. انا انا بقى هسيبك مع ماريو اتنين. ماريو اتنين نظارة. الصلاة النظارة. حبيبة ماريو. طب اشرح لنا احنا فين بقى. احنا دلوقتي في معاسكر اه كتاعك الشافته. احنا هنا في ودي النوترون. في ودي منها يكون الغلط حتى الكرار الغلط اللي بتاخده وكنت شايف لانت ملعبك الدنيا ده يعلمك ان انت في حقيقتك هتاخد كرارات كتير في منها كرارات الصعب كرارات الغلط طبعا الكرارات الغلط دي انت بتتعلم منها مهما ان كانت ملعبك ودخلها في بعض وشايف ان الحياة وحشة ان انت بتتعلم بعد كده من الناس زي كنت فرق بين الصح والغلط المعز كان هنا هو ده سنة حياة خلوية شوية شوما سنهم صغير اه قاعدين اربع تيام تلات ليالي قاعدين في خيام بيعملوا الاكل بتاعهم طاهي خلوي بس فيه طبعا مونتور عليه يعني فيه رقابة كاملة فيه رقابة كاملة كوضة حواليهم حوالي خمستاشة ارستاشر كوض موجودين فيه طبعا بالنسبة والأمور اللي بتابعة لانا من النوع دي يبقى عنده طبعا لو فيه اي وجبة واي حاجة حصل فيها ادرب احنا بنكون تصبرت ليوم في الموضوع ده بس الهدف كله ان هو يبتدي يتعلم ازيان شفعتك بالزرطين ننشف الوعد ننشف الوعد دلوان هم في وجبة الغداء بتاعتهم هم طبعا يبتدوا وجبة الطائعة بتاعتهم حوالي الساعة 3 كده و 3 و 30 الوجبة دي كانت اختياري اليوم هم عارفين ان هم هيعملوها احنا فيه وجبات اوقات بين بحنا ندينهم الاكل وهم مفودي طلع منهم كذا صنف يعني ممكن نتديلوا البطاطا يسألوا طلع علي منها 3 أصناف مختلف لكن الوجبة دي كانت من اختيارهم هم جايين عالفين هيتبخوا ايو هيتعملو ايه وانا هتفاجئ معاك اه يعني احنا اه يعني النهاردة دي حاجة بقا هم المحددينة وهم اللي عاملينة يالله بينار اه رجال دخلنا جوا المعاصمة اه احنا عندنا اصلا بنقسمهم ليه طلايع الطلايع دي بتبع عبارة عن مجموعة عددها بيتكون من 6 ل 8 افراد وبيكون فيهم عريف العريف ده بيكون مسؤول عنهم ان هو اللي احركهم وطبعا لما بنيجي نجمع هو اللي بيجمعهم الاول هو نظام شبيب الجيش شوية ونظام اكتر التنظيم وده طبعا بيبتدي يخلي الشاب بفعدادي يعتمد على نفسه وازاي كمان يبقى عنده مهارات ان هو يليد طليعة ويوزع المهام على الناس وازاي يختار قد ده ايه وادل ده ايه بقاش فكرة ان هو كل واحد يشتغل في الحالة كلها طبعا عشان بقى از ظهرت معنا بقى شابين يا جماعة العمرات اللي اوار دي ايه دي في قلب المنطقة هم بيحاول اعمله دايما زي ما فهمت من ماريو ان هم بيحاول اعمله المعسكرات للشباب الصغاري قريبا من حاجات يقدروا يعملوا فيها زي ريكوفر لو فيها حاجة حصلت بس طبعا ممنوع ان هو يتسرسب ويطلع هو ممنوع يخرج بره اللي حتة اللي احنا فيها اللي هي الرملو بس احنا هنا حتى الحمام وحتى كل حاجة بيتعاملوا بتجهيز للصحرة ولا بيخشوا بقى اه لا بالنسبة لمرحلة اعدادي احنا بنده ليكسفش ان هو بيدخل بيخش الحمام عادي ايه الطبيعي عشان خاطر احنا سأمرت لحضرتك احنا بناخد الموضوع تدركي احنا لسه اعدادي بيطلب على كامر حالة متقدم بحيز ان انا محافظ عليه وعلى صحته على كل الحاجات ايه الحاجة تكون برضو مدهوسة بشكل صحيح يلا بينا صحيح احنا كنا ماشيين في الارض بتاعتهم بيبقى كل طليعة لها الارض بتاعتها بتعمل خيمة احنا بشكل صحيح هذا الارض احنا بشكل صحيح احنا بشكل صحيح والشناطة والجزامة عشان يكونوا بيستخدمهم طبعا مما بينزلوا في صين أو أي حاجة فهو طالب لو يرجع بعد كده ينشر الدون مش هيحطها في الشنط ده سهار العلم بتاعنا ده بيبقى فيه علم مصر انت قدري بينزل المغرب احنا بينا نزلهه بغروب ونرفعه تاني مع الشروب مدلوبات ايه يعني يقدر نهاحتك نحن ناحية الجزء الأهم اللي احنا جاينا عشان ننهار الاك 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 بس الموضوع بقى كله عايز اقول لك عجبني جدا يعني لان الموضوع بالنسبالي حاجة جديدة خلص يعني وبتهالي فيه ناس كتيرة جدا ما تعرفش يعني اكيد اسمعوا الكلمة بتاعت الجوالة او اتكشفها بس ما عرفوش ان الموضوع ادفانس او كده بالضبط لو الموضوع مشوق و بقى حاجة كده لزيزة الشباب هنا دي بقى تبتش مفراخ ازاي الحمد الله عامل ايه؟ الحمد لله اسمك ايه؟ لوباتير لطفي ايه؟ لوباتير لطفي عندك كم ساعة لوباتير؟ خمستاشر خمستاشر بقى لك ثلاثة ايام هنا فعلا؟ اه والله عزيز والله انك وارجال ياه بردو ايه بقى هتحراموا الفراخ ولا ايه الوضع؟ لا احنا اعملنا الاول شوائي الدرابيز كان عشرة او خطاشر كده اه مدري نكمل ايه طيب ايه عاية تشغال ايه؟ شوائي 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 اه وانسان اللي عملت لنفسك الشوائي دي؟ لا الشوائي الشوائي وموجود احمد سعر مياه تمام واجبنا الفحم وولعنا عيشة نجر انا هتعشة معاك النهار ده صام حبيب طيب احنا في طلاقة تانية عندنا ورا نعلم نتماشى جماعة نشوف بقى نشوف بقى اه ده حاجات مختلفة اه مش عمل زي بقى حاجات مختلفة انت ايه بقى بتعمل ايه بقى مع اسمك ايه الاول جورج فيكتور حبيب يا جورج عامل ايه؟ طبعا حبيب بتتعمل يا جورج ده زيت ده بعيدة انا زيته البني وبططس حل انت بقى بتجيب البني وتعمله وتجهزه وتقليه وتتزبط كل حاجة ايه ايه اربعة واشرة ان شاء الله تبقى جمد جدا حبيبي هنا ده حاجة اه عايز ده تونة 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 يعني دي تونة ولا دي ايه؟ ده سجوء تملخ فينين لي على فكرة انت اسمك ايه؟ بيتر بيبقى بيتر انت عندك كم سنة بيتر داخل في الخمستاشر داخل في الخمستاشر بحالهم يا راجي رب انا ديك الصح انت نبهدل نفسك كده ليه بيتر ده الموضوع ده شوية سجوء ويعني مش كس ايه ده عاملهم لك طيب؟ انا هتصرف حلوة بتاع الاورج حبيب تسلم ايديك وهو كل مجموعة بقى بتباب بتاكل الاكل بتاحها ولا بيتجمعها في الاخر بيكل مع بعض لا احنا فتا عندنا وقاد وكل طليعة بتاكل مع نفسيها فتاكل بس انا مزل المحطرة بيبقى كلها بنوعد ناكل مع بعض ده ايه ده امر انت عاش انت اللي عاملوا بيدك؟ لا احنا عاملينه في البيت وجايبينه اه يعني انت مجايزه في البيت وتيجينا تسويه اه ربنا معا لا شوية بقى خلص ونوعد ناكل انا وانت مع بعض دينا مع بعضين يا جماعة انت ملك ببعد لنفسك ليه كان عشر رجالة ربنا معاكم ربنا معاكم رجالة طيب كده احنا شوفنا الشباب الصغير القادة بقى انتو بقى ما بتقولي بقى تاكل التيام وده الرابع صح؟ اه القادة برضو بتجيبهم من مكدونالدس ولا بقى؟ لا لا نفسينا حزة تورا الكاميرا نفسي يجيب من مكدونالدس حزة الوحيدة يجيب من مكدونالدس نفسه بس ما بيلا حاجة طب احنا بناكل ازاي مسعدايا؟ بناكل زينا زي الولاد طبعا ببعدنا واجبات طاهي برضو يعني دلوقتي كابتن ملاك بيجهز لنا واجبات الطاه بمناسبة كابتن ملاك اصلا من الناس اللي في المجموعة عندنا اللي بيقلفنها الاغاني وبيخنها لنا كمان اصلا كمان زك كابتن ملاك عامل ايه؟ تسلم ايدك تسلم ايدك يا غوارك قوله تمام بس تحس بقى ان هنا في بريميام شوية انت سيبيني ليالي لا مش بريميام بس ان شاءنا بريميام فاهم عشان قائد بس بحامل دفنا معك يا كبير دفنا معك انت بتعمل ايه بقى؟ انا بقطع لحمة علشان بنعمل ورقة لحمة ورقة لحمة الله عليك الله عليك بس بداية فاهم بقى يعني خضار نيت وبعدين اللحمة والتوابل وزيت ونحطها بقى في النار عموما 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 دي الصح تمام وانا عموما بنحاول نعمل الاكل اللي ياخد سوا عالي فاهم الفكرة لانه في الاخر انا عامل فرن فالحاجات الليها التريكات الخفيفة عشان ما تبص مننا بس احنا بنعمل ده برضو بس بنعمله فرن مخصوصة مش موجودة مش موجودة بس هنا ده احنا بس هنا بس انا عامل ورقة لحمة عامل ورقة سجوء عامل ورقة كبدة اروح ابص عالفرن ايه اخبارك؟ كله تمام؟ كله تمام ايه بقى موضوع الفرن ده بقى؟ ده فرن القادة ده اه ده فرن القادة حتى هنا اجدعان تناشى ده الفرن بقى اللي بنعمل عليه ورقة لحمة بتبقى جوه برضو وفي جوه الفرن او اللي بتبقى فوق بتبقى جوه وفي يعني احنا بنستخدمه بطريقتين بنحط ده دور تاني دور تاني بتقفل من فوقيه ممكن نحط نار هنا عليه توجه ونحط عليه مثلا حلق او اي حاجة برضو بتاخد من نار النار بتطلع من هنا برضو نعمل لها مساحة هنا بحيس ان النار بتطلع من هنا فتغزي فده ده نوع من الافران ده شغل فخر على الاخر يا جماعة والله العزيزي بعدين يعني النار دي اصلا لها تقوس ان احنا نولعها يعني ايه بقى الفرق يعني مش يعني بتتولعش كده عادي يعني اه زي ما حضرتك شايف كده احنا اصلا بنستخدم الورق الشغري الي هابس ده تمام هو وقود هو الوقود بتاعنا ان احنا بنولع بالنار اه ممكن ما نستخدمش كبريت يعني انا ما ولعناش بكبريت او ولاع او كله او يعني اصابر نفس فكرة الكنون بتاع الزمانه او 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 نفس الفكرة عايوه ايوه 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 يب ده مشوئك محش كرومب كده امر هايبقى حكاية يعني انت ما قلت ليش لك قلت لك معا سندويتش وانا جاي سندويتش ليه ما احنا هناكل ما احنا هناكل اهو كابت الملك مالاكل وبيخيشي منه كده حبيبا كابت الملك ربنا معي حبيبا خير ان شاء الله حبيبا كمي طبعا احنا عندنا الولاد هما بيدخل الكشاب لاتما بيلبس المنديل على طول يعني منديل ده ليه وقت معا اه طبعا لازم بيمر بمراحل بيمر بمعسكراته وبيمر بشوية فكارات تدريبية كده بعدها بيبتدي تقييمه وانا على التقييم ده بيخش المرحلة انه يحلف وعده اولا الوعد ده هو الوعد ده هو زي القسم مسلا هو زي القسم اول وقت ده حاجة تجمعنا في الكشاف عموما بشكل عالمي كل الدول وفي كل البلاد هو واحد هو واحد بس بيتغير اللغة بس اللغة بتاعته بس وممكن دلوقتي اواريك حاجة كده زي ايه اجزامبل بسيط مش هالتمثيلي عاملينه عشان خاطر التصوير النهاردة يالله فينا ممكن نشوف الوعد مع كابتن ميناء فريق كوتك وتعاك الشاف زكا كابتن ميناء عاملها كبير ايه اخبارك كروا تمام ربنا معاكم ومعلم قولي بقى ايه الموضوع يعني دلوقتي الراجل ده هيقول دلوقتي هو هو وصل ان هو لبس دلوقتي اللبس بس ما اخدش المنديل بتاعه طيب تمام ايه بقى سريعا كده بعشان خاطر مريو اوضح لك على اول ودد بيبقى ليه فرشة اختبار بعد كده لو باتزها بيلبس المنديل بس ما بيلبس بيحلف وعد الوعدة دوت ده يعتبر زي وعد بينه ومن ربنا ان المنديل اشده ويعتبرش حتة قماش لبسها على رقابته خلاص القسم بتاع الموضوع نفس بس الراجل ده قريدي ايه لقسم بتاعه قبل كده في مراسم مضبوطة بس راجل ده قريدي ايه لقسم بتاعه قبل كده في مراسم مضبوطة انت بتعمل تحية كده انت انا عمال التحية كاملة عشان ربس المنديل الحلب هو نسي مش ربس المنديل فsize폰 نسف هال Religion التحية نسفال هايده في النص كده عالف مش هارف اعالف مرش الفى انقه امذل راجه امذل راجه دي امذل رجه الده انقه انقه انقهالilik نحو الله ثم الوطن وانا نساعد الناس في جامعة الظروف ثم ساعد Kelima� والاحبالان الممكنة انقهال بقنون الكشف وطبعاً قبل ما بيلبس المنديل بيبقى بيأكل لقمة عيش بحيطة ملح ده عبرت داي عيش وملح كده عيش وملح يعني حنا بنكون عيش وملح ده مع بعديل في الصباح كده يأتبر بقى الف ببروك يا صاحب ويلبس المنديل وبعد كده بقى ضمن اختبرات على حسب مراحب بتاعته والسفحيات دالية بقى كده بيطلع سنوي وجمعها محجوالة ماشا الله بقى مرغت لما يترقى ويوصل بقى بقى يكرمني ان شاء الله ويكون لسه بعمل فيديوهات وكون انت بقى قائد زيهم واجه أصور معك بإذن الله بقى كام سنة كده ده وعد انا كده في الفيديو في الفيديو على طول ربنا بقى اسمك ايه بقى كرولوس كرولوس حبيبيا كرولوس الف مبروكة معنا انا عرف ان انا متأخرا انا عرف ان ده تمثيل بس انا مبروك برضو حبيبيا كرولوس كده انت كده اللي فوق ده اللي تحط ده ورقة اللحمة ها اه وفي حاجات بقى ايه في جوه حاجة انت كده بتعز بورق اللحمة اللي جوه ده كده مش بتطهيل تاخد وقت قديه بقى على حسب بقى نوعية والتوارد الوعدة هديو في التوارد يعني دي مسلا ايه نص ساعة مسلا انت تقول استويت نص ساعة دلوقتي بقى كابتن ملاك نتكلمنا عن الكشافة عامة وكل حاجة عايزين نعرف بقى ايه قصة المجموعة بقى اللي احنا فيها نفسها اللي استضفتنا النهار ده من وجلاء الشكر اه طبعا يا من وجلاء الشكر قبل ايه حاجة طبعا بص انا في مجموعة المنور الكشفية دلوقتي من 18 سنة تقريبا يمكن اقل من كده سنة ازيق على حاجة كده فمجموعة المنور الكشفية اتأسست سنة 86 دي تابعة الكنيسة معينة دي كانت كنيسة العضرة عزب النخل كنيسة في عزب النخل خرروا انهم يعملوا لجنة نظامة فايه اقرب شكل لجنة النظام كان فريق الكشافة عملنا فريق كشافة وبعد ما اتعمل فريق كشافة بدأ انه قادة يتكتشفوا انه لأ ده فيه كشافة في مصر ينفع نسجل فيها كمؤسسة طبعا ما سجلنا في الكشافة البحرية المصرية احنا سنة 2001 و2002 ومن السنين دي بدأنا نروح نادي حارس اللي هو نادي وسط القاهرة واللي مسؤول عن المنطقة دي في الكشافة نبتدي نشارك في المساريات بفرق كشافة وبعد كده اسسنا فرق جوالة وبقنا نروح بيها وهكذا يعني كانت يمكن في الاول امكانياتها ضعيفة شوية فما كانتش تعرف كل ده بس مع الوقت مسلا احنا بدأنا بخيمة صغيرة انتو عندك هنا كل الخيم دي اه بس لا احنا بدأنا بخيمة صغيرة جدا خيمة مسكينة يعني ما قدرتش حتى تكمل معنا وبازت وريب دلوقتي احنا عندنا كتير ما شاء الله ما شاء الله يعني انتو الخيم دي بتفكوها واحنا ماشيين الخيم طبعا بناخدها معنا في المكان الجديد اللي احنا بالروح شايفو ده دي حاجة المجموعة يعني دي خشب الكشافة وده خيم الكشافة دي خشبنا وخيمنا من وحنا صغيرين طبعا يعني مسلا انا دخلت كشافة وانا صغير افتكر هنا اقدم خيمة فين افتكر الخيم جات امتى مش عارف ايه بقى عندنا خشب بقى عندنا خيم بقينا بنشارك في كل المسابقات النهاردة بقى ولادنا حتى بقوا بيشاركوا في ده ما شاء الله احنا بدأنا فريقين تلاتة النهاردة بقينا طير قوي ممكن نكون اكتر من عشرين تاريون طبعا انا جاعان دلوقتي انت جاعان دلوقتي دي ورقة اللحمة هتاخد لها وقت تقديه بس يعني احنا معانا من دلوقتي مسلا وانا ربع ساعة كمان ربع ساعة كمان اه لان هي محطوطة من دلوقتي حبيبي يا كبير وربنا عينك انا انا عملا قفل ليه بقى لان انا هتشاويت وانا كمان انا تشاقون بقى بسرعة طبعا دلوقتي يا جماعة احنا بقلنا مثل متع نص ساعة الدنيا ليلة وانا جاعان وماريو وماريو وقاعدين معايا وانا مش فاهم نوين على ايه بصراحة عشان يعني انا عايزين ناكل ناكل ايه احنا لسا بنقيم لا سيبك عم من جاوة تقيم اللي انا انت عشان لا 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 احنا في تكشافة عندنا كده ده بتكيم الجد بتخصص بعد كل وجبة لازم بتتكيم ده بجد بس ولا ده عشان انا عشامي موجود لا 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 خالص ده احنا جايبينك عشان تقيم هلنا بقى نجبلهم حد بقى متخصص يعني 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 انتو بعد من الشباب يخلصوا اكل بيقيمه طب ايه التقييم على الس ايه؟ بيكون على جودة الاكل قادة الاصناف النار اللي بنوه هنضفوا مكانه مهلاقة استخدموا مواد شكلة اعمل ايه مين بقى اللي بيقيم بقى لو انا مش موجود بقى مين بقى بنكتهد بقى بنكتهد بقى لو سهل كده واضح ان فيه مشكلة في موضوع القادة ده يا جماعة كل مرة نجيلك نعمل بتاعاكم بقى بتاعاكم ده انا قيم انا جيلكم اه تقيم للطهي الخلوة بتاع المواسكدات كلها يلا فينا مكونات الحبوش تعصيف اللحمة المفرومة بالبصل والتوابل ملح وفين في السود وكمول برينس حشو الرغيف باللحمة المفرومة نشوحهم بتقصدها ولا جات بالصوت بقى وقبل ما نشوحهم ندهن الرغيف بالزيت برينس بص يعني ايه احنا نفتح مع بعض لو انت مشروك محل حبوش ده الحقوش اللي طبعا كنت انت اللي عاملو اسمك تاني اندرو امسك اندرو باكر منشوفة هو ده الحقوش على تنفيه تقص عشان اللي اكله ولا عشان اتفضل القادة مابتاكورش معنا ليه القادة مابتاكورش معنا ليه لا يا فاند متفضل يا مابتاكورش لا لا بواس حاجة معلش طب والله حلو ومقرمش يا اندرو ده انت عملتوا كله في الرملة كده والله عاملينو عالفحم حيب يا امو ولو احنا بذيكارب انو عاملينو عالفحم وشباب صغير زي ما احنا شايفين كده والرعيف اش محروق خالص الرعيف متحمص مزبوط كويس جدا بالطريقة البداية طبعا اللحمة متعصاجش انت اللي معصاج اللحمة ولا جايبها جاهزة مسعيدة والله حبيته عشان قال الحقيقة الام اللي عملتها بس هو سعيدها يعني بلغ لها السلام خش على اللي بعد انت ده نيقت ده ده اسمك كرولوس ده انت اللي عملها ولا جاهزة جاهزة ايه موضوع جاهزة عشان سنجوم ده دلوقتي لازم يكون يعني كل الهدف من الطائق عنده انه هو يطلع اكل ياكل ليه هو وصحابه يعني هو بيجيب الحاجات جاهزة وهو بس يحضرها في السن الكشفة وعادتي مفيش مشكلة لازم يجي كده انت اللحمة متعصاجة وهو عملها هنا بيجيبوا البني جاهز وجرد هم يقلوه بس بس تتعلي حلو الله تسلم ايدك كرولوس طب انا شاف كل واحد مهدم في طبق شكل احنا كان مبرودة تقليل ما نستوعى لها اناك في طريق التأديل كل واحد بيهدم لك ازاي ثانية مهمة اللي هو تكامل الواجبة يعني لازم الواجبة تكون مكوناتها فيها بروتين فيها فيتامين فيها كلام ده كل يعني دي فيها فراخ فيها خيار ومخلط وفيها بطاطس محمرة والطبق طبعا زي ما احنشك فيه بس انت عمل حسابك وجايب الطبق اي حاجة تسلم ايدك يا بطاطس انت لو خدت بالك هتلاقي برضو ايه هو كل واحد جايب يعني الراجل ده مثلا ايه فاهم تأخذ ان هو ايه كان شغال في مطع هو عامل حسابه ده قديم كده ده قديم ده انا عايز صاحب الطبق ده صاحب الطبق ده فيه لو سمحته انت انت عام رفاق انت عام هلابس برضو انت عادين في الحوار ده بس انت عامل حسابك وجايب الطبق زي ما انت شايفين يا جماعة هصوا عامل شوف الطبق الفراخ وحتى شكل الفراخ يفتح النفس مع الرز مع السلطة طيب انت بتاكلوا عادي بالمعلقة الرز هتجابه جاهز ولا انت اللي عامل بس قبل ما حداك تدقه فيه حاجة مهمة من اصعب الحاجات اللي بتطلع على النار في الطاق خلاو هي الرز من عاد عشان بتحتاج نار هادية والتحكم فيها من عشان جاله هشوف انا بش هلق لها حاجة بس انت متأكد انك مش جايب وغاهز لا اما هو لا اصعب معك شو ما تروف في الشنطة والله العظيم حلم والرز مفال بالا جماعة ومش معجن وسوها مضبوط جدا ومش مقاطم يعني مثلا مش هو مثلا مقلب بخشومية او اللي حاجة فالرز تكسر معاه حبيب قلبه حبيب قلبه حبيب قلبه حبيب قلبه حتفضى تعالي حتفضى تعالي اسمك ايه؟ ماسيو ماسيو انت عامل ايه بقى؟ الناجيتس اه؟ انت شكلك كده بأيقتك ناجيتس اه يعني المرة الجادة بنامسق قابل احما مخروع ماجي بدل من وقفك عرضة خلاص؟ طبعا انا عامل ناجيتس الراجل وعمل سلطة خضرة انت بقى نمقاط على السلطة جسلها ومزبطها ومروق عليها بسم الله الرحمن الرحيم ؟ بسوى حالوه كما انشفتو النازي بيتسوى على ايه؟ جنون وطاسا وزيد والحاجات دي لو مراجعتش فحصل مشكلة اه يا ندباغ والحاجات دي عشبازين مش اكتنه اقش بعملن رجالك من تاخر وبقولك اللي بيحصل ايه بايك ايه؟ ميناء كمان طبيب انت توفعت انت ناجد سبرا ما بلقناش خطير صح يا إسمك ميناء ميناء عامل فراغ بني بس دي ماما اللي عاملها في البيت صح؟ ما ليه؟ لا الفراغ نفسه اه يا متبلاها وعملها وكده وانت قلتها وقالي البطاطس كسم اي ده كميناء والله عظيم انت حاجات تعمالها لذيذ جدا يا جماعة والله عظيم انت النهاردة حاسك يعني فيه يعني ما بتدقش كده لا فيه حاجة معي لا 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 خالص احسوا القائد ماريو متداق مني لا خالص لا خالص والله عظيم انت برينز خير الكلام مقلة ودل وهو شق انتو عفكرا انتو في الشاوي شطرين جدا تعالوا هنشوف هو الشاوي فعلا الفرخة صحة ولا ولا والله عظيم انت محترم فيه ناس مهمة وقفة على شواءات مهمة بفنوس كتير وبتلاقي فيه دم هنا جوه بتاسمك ايه؟ بشوي بتاسم ايدك يا بشوي فك فأت Believe هل انت رائم نابحة و الملاحة ثم اللي بتدبي fifty هل انت اللي بتدبيها في الغريع والا حد تاني يساعدك بالتدبيه ثم اللي خواهدل تطريقة Philip بتسلم ايدك success بخرجة تنبيها انا قدقتوا بقى عشرة عشدسنا من ايدي انتم من المجموعة اللي عملتوا الحوش مع بعض عايش 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 العيش جوة ايه بقى؟ كاتشاب كاتشاب سانداويتش ده سانداويتش عايش سوري وانت بقى الاستريبس والشيء اللي انت قالتها برضه يعني انت عامل الكثة كلها وعملت السانداويتش ومجازه ده احنا ننسيب بقى يا كابتنت ماريو عشان هابدقين دائمين ماش دلوق لا دلوق انت اسمك ايه؟ جوباني جوباني حلو جوباني قافش مش عارف قافش ليه بس هنفكه دلوقت ما كل انتش بقى؟ تقيم يا استاذ ماريو البني كويس البني كويس ها؟ وانت التقيق؟ لا يعني انت الراجل كده ازاي العيش ازاي ما هنشيفش منه لان العيش ده حساس جدا يعني انا مستغرب اللي هو اشتغل بيه ايه يحنا نقابلنا جوه انت قابلتنا ايه بقى القصة دي بقى؟ ده كبدا ولا ايه ده؟ ده اوانس ده كبدا وقانس فراخ وكبدا اوانس اللي هو عصافير كبدا بس عصافير ايه؟ كبدا بس يعني اما دي كبدا اوانس ايه ها انت عامل كبدا بقري كبدا زيت على طرف الهبي عمية الكبدا صح؟ دي كسة وعليس كبدا وقانس فراخ واسجوء ومكارونة ثلت عشكال ايه هل أنت كل هذه الأشياء تعملها هنا؟ هذا الرجل يكون قائد يعني أنت أتعلم على العيال هل اسمك؟ بيتر؟ هل أنت في المطاعم؟ بيتر عمل شغل يا جماعة بصوا المكارونة ثلاث أنواع ومش معجنة السجوء، كبدا إسكندراني، وكبدا وأوانس يا بيتر عارف أنا يعني شكلك نأكل مكارونة لأن المكارونة أتبين لك لكن هذه الأشياء الثانية سهلة كلها ماشي؟ والله العظيم يا بيتر أنت برينتس دعوا كله كذب والله لكن بيتر عمل أداء مختلف لا والتقديم وأدوه السجوء يا سلام لا، كبدا صعبة، هتليها حريقة صح؟ لا أنا أريد أن أكون مدفع السجوء وأنت اللي عاشي السجوء وإنت تعمل كبدا؟ أنت لا تقعدش تهلم فيها كثير حسنا؟ أنت لازم الأول تفكها بأيديك كده يدويا وأجل ما تنظرها في الزيت ومتعدش تقلم فيها يعني تسيبها الأول تستوي من ناحية وأجل تتقلمها تقليبها تانية ماذا كده أنت برينتس؟ تسلمي جوي؟ على فكرة اليوم النهاردة أعلم يقول لكن كان هناك ورقة لحمة حسنا، هنشوفها دي بتاعت القادة دي بتاعت القادة دي بتاعت القادة يا جماعة عند القادة هنروح دلوقتي يلا بينا وطبعاً يا جماعة بقى بما أننا بنتكلم بقى دلوقتي عن أكل القادة فده أكل القادة تحسه للشكل نميس شواء ولا أنت إيه رائعك؟ إيه؟ نميس إزاي؟ إنه يتهسه حلو تحسه حلو ورينا بقى إيه بقى؟ إنه أكل القادة فننتوسي دي برقة اللحمة دي برقة اللحمة اللي أنت كنت تشغل في يعني ماشي ساعدني كده إلعب يا سامت إلعب يا سامت إلعب يا سامت إلعب؟ إلعب موجودة موجودة إلعب إلعب موجودة إلعب طبعاً بقى إيه؟ القائد ملك عمل لنا ورقة اللحمة دي وإحنا عادين دركت أن تكون معقادة عشان يعني أنا أبقى فيه أولئة وسطة هنا من على الباب يعني أتركز مع بعضين بسم الله طب والله إزيب ده يا تكرره حلوة يا تكرره والله إياه يعني على طريقة السوع هي خطيرة ما عليش هي الكبيرة دي عشان أنت قائد يعني بطاطس بالفراخ الله تخش على البطاطس ده الفراخ دي شكري أتلاقيها دايبة كده دا بقى حلوة؟ كم نفسي تكون عامل روز مثلها بدوم معاجل الوقت بك فكرة نعم، حلوة جداً طعم السوى طبعاً البابا غنوج أنت اللي عامله برضو شاوي البتنجان وكله ما ده كان مرمي جوه في النار تحت هو ده كان مرمي في النار حسناً هده عايز يا جدعاني يا جايش معاكو شوية في الوقت دي سيجي ساعة الأكل يعني شوية ده جاب مجيش ساعة الفران ايه، ساعة الفران وساعة الظهرية أكيد كان الجو صعب طبعاً ده بصر جداً عشان المشوين كان برضو كور ونرمي تحت اوه بصد تشكرين يا رجالة جداً 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 على الاستضافة الجميلة دي ومش عارف أقولوكم إيه وشكراً انتو وريندوا للناس حاجة جديدة وددونا الفرصة ان احنا نوري الناس معاكم حاجة جديدة يعني في شوية معلومات كتيرة جداً مغلوطة عن الكشافة والجوالة والحاجات دي احنا نحاولنا نصالحها في الفيديو ده فياريب تتفرجوا على الفيديو واي حد عنده أطفال براعم من جميع المستويات من جميع المناطق في اي حتة يقدر يستفاد بنفس الجو والمود والحاجة اللي حصلة وفيه حاجات ما تصوريتش على الكاميرا انا شفتها شفت الشباب الصغير هو بتعامل مع القضاء بتاعته وتتعاملوا كل احترام والناس بتتعامل مع بعض باحترام فيه سابورت وفيه حاجة شكلها ضريف جداً ممكن تطلع شخص يساوي نفسياً في هذا العالم المليه بالحاجات المطيفة ده دبوس الماسك كنت ادتولي من الصبح عشان كم ضيع مني دبوس الماسك لعبكها عادي احنا كده كده هلعبكها عادي يا جماعة شكرين يا رجال انا معاكو بقى مواسكة بس والنبي حسنين مواسكة رجال بقى ليه سامك جمباري يعني خدنا معاكو المواسكة بالحاجات وانا هسيعت بس ساعة الاكدس انا حاجة قايم ان شاء الله انا حاجة قايم لك شكرين يا رجال